قال الشافعي رحمه الله تعالى العلم أربعة مراحل فأول مرحلة من هذه المراحل الأربع من تعلمها ظن أنه أعلم الناس فحينئذ ترى ذلك الرجل يجيب عن كل ما سأل عن كل ما سئل وتراه يصحح ويضعف في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل جرأة وترى ذلك الرجل يقوم غيره ويصوبهم ويعلي لسانه بالإنكار في كل ما علم وفي كثير مما جهل بخرصه وظنه وهو في الحقيقة إنما نال أقل العلم وهو ربعه الأول قال ثم الربع الثاني من تعلمه علم أنه قد فاته من العلم شيء وأنه محتاج إلى أن يتعلم غيره وهذه طريقة لا يعلمها إلا من تعلم جزء الثاني من العلم وبقي له ثلاثة أجزاء قال وأما الجزء الثالث فإن من تعلمه وهو الربع الثالث من تعلمه فإنه سيعلم أن ما فاته من العلم أكثر بكثير مما أدركه ولذلك فإذا تعلم المرء العلم الثالث وازداد علمه كثر توقفه وقل إفتاؤه وخاف من الله عز وجل خوفا عظيما ولذلك مما أثر واشتهر من الكلام والقول أن المرء كلما كثر علمه قل سكوت قل كلامه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يجب على صاحب القرآن أن يعلم بصمته إذ الناس خائضون المرء كلما كثر علمه كثر صمته وقل خوضه وقل إفتاؤه في شرع الله عز وجل وقد جاء أن الأثرم أبا بكر سئل عن الإمام أحمد شيخه فقيل له لما كان الإمام أحمد إذا سئل عن مسائل كثيرة قال لا أدري لا أدري قال إنما كان ذلك بسبب علمه بالخلاف فإن المرء إذا علم خلاف الأئمة وعلم نظرهم في المسائل فإنه يخشى الله عز وجل ويخافه ولكن لا يكون ذلك إلا لمن زاد علمه وعرف هذا العلم الكبير الذي لا يصل إليه إلا أقل النس قال الشافعي رحمه الله تعالى والمرحلة الرابعة فلا يصل إليها أحد ولا ينالها أحد لأن العلم لا منتهى له كما قال الخضر لموسى عليهما السلام كما في الصحيح ما نقص علمي وعلمك من علم الله عز وجل إلا كما نقص هذا العصفور من البحر لما نقر عصفور في اليم فشرب منه شربة قصيرة أو قليلة